بدأت فصول جريمة مقتل شابة كويتية عشرينية في ظروف غامضة تتضح بعد ساعات من اكتشافها بما في ذلك أن الجريمة وقعت يوم الخميس الماضي وتم إخفاء الجثة في حقيبة لحين وصول الشرطة في اليوم التالي وقالت وسائل إعلام محلية إن الضحية موظفة في جمارك الكويت وإن الشاب المتهم بقتلها هو من أبلغ الشرطة عن الجريمة ليجد رجال الأمن جثة الفتاة داخل حقيبة عند حضورهم لشقته وذكرت وسائل إعلام كويتية مساء الأحد أن الجانية والمجنية عليها في العشرينيات من العمر وأن جثة الضحية مضى عليها يومان داخل حقيبة إذ فارقت الحياة الخميس الفائت ولم يتم الإبلاغ عن وفاتها من قبل المتهم إلا الجمعة وأضافت الصحيفة أن جثة الفتاة بينت وجود آثار اعتداء بالضرب على الوجه والطعن في البطن وقالت وزارة الداخلية في بيانها أنه تم ضبط الفاعل من قبل الرجال الأمن الجنائي وما زالت عمليات البحث والتحري جارية لمعرفة ملابسات الواقعة وظروفها تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة المختصة ترجمة نانسي قنقر